في إشادة كبيرة بالدور المصري والجهود المصرية المستمرة من أجل حق ندماء الشعب الفلسطيني مبارح كلنا تبعنا حالة من الفرحة والسعادة في صفوف الفلسطينيين بقطاع غزة ومدينة رفح بعد أن أبلغت حركة حماس مصر وقطر بموافقتها على بنود الاتفاق أكيد الحقيقة من اللحظات الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي الجهود المصرية ما توقفتش أبدا من أجل حق ندماء الشعب الفلسطيني القاهرة نجحت في أنها تضغط على كل الأطراف عشان تمرر المساعدات الإنسانية سواء من خلال معبر رفح أو من خلال عمليات الإسقاط الجوي في شمال القطاع وده طبعا لتقليل تدعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة طبعا لا يمكن لأي شخص أو أي دولة أن يمكر دور مصر في هذه القضية المهمة دور مصر دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية دور دور ظهر بقوة منذ بداية الحرب على قطاع غزة ومحاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية مصر كان موقفها واضح وحاسم بدعم أهالينا في قطاع غزة ورفض أي محاولات أو مخططات لتصفية القضية وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والمساعدات الإغاثية وكمان الحرص على استمرار فتح معبر رفح منذ اللحظة الأولى من العدوان على غزة وكمان استقبال عدد كبير من المصابين والجرحة الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية يمكن كمان الدولة المصرية نجحت في أنها تخلق وتقود رأي عام دولي رافض للعدوان الإسرائيلي على القطاع أكيد تبعنا كلنا قمة القاهرة للسلام اللي عقدت بعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على القطاع وكمان القمة دي وضعت المجتمع الدولي قدام مسؤولياته حطت خارط الطريق عشان تطرق لدعم الفلسطينيين ودعم حقوقهم في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتكون عاصمتها القدس الشرقية طبعا مبارح رئيس عدد الفتاح السيسي كتب في منشور ليه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بيتابع عن كثب التطورات الإيجابية اللي بتمر بيها المفاوضات الحالية للتواصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة ودع الرئيس السيسي كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية اللي بيعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء مجهود كبير ودور محوري معتاد للدولة المصرية لإنهاء الأوضاع المأساوية اللي بيواجهها الشعب الفلسطيني على مدى الشهور الماضية